وقد عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اجتماعا ثنائيا في قصر الاتحادية مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة تم خلاله استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين إضافة إلى بحث آخر المستجدات الراهنة في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك